اشتركوا في القناة امي مضافة للفريق حاليا ضيفنا مع فريق دينامو واليوم رح نتعرف عليه اكتر نتعرف على وجه جديد للاعب واعد ومتميز انتو بتعرفوا طلاقع ان السنة الماضية كان شعارنا لا تطفئ الروح هالروح يلي بيسبتنا بالايمان وبحصننا وقت التجارب اليوم كمان هالروح هي رياضية وما بتنطفئ رحبوا معي بمارك خوري مارك اهلا وسهلا فيك نحن كتير مبسوطين انه انت معنا ما بدي اقول لك بدي اقول لك انه اكيد نحن نبسوط نحن نتعرف عليك اكتر ونضوي هيك على كل الاصص اللي انت بتعملها بحياتك ونعرف هالطلاقع والمشاهدين عليك يلا قول يا رب حلقتنا في خمس فقرات هنا خمس العاب لح تتسلى يعني ما تحسن تقل لحنبلش باول فقرة اول فقرة اسمها اسئلة غريبة عجيبة اسئلة هيك من كل وادي عصا وليح تخلينا نتعرف عليك اكتر يلا منشوفها الفقرة الاولى رجعنا اسئلة غريبة عجيبة مثل ما قالنا اسئلة من كل هكي المطرح سؤال اول سؤال شو الكارير باست اللي عامله لهلأ كارير باست اللي عامله لهلأ يعني احلى شي انا عامله بحياتي كلها اصلا ككل هو بس كنت مع منتخب اندر ايتين بمصر كنا عم نلعب بطولة العرب وتطلعت افضل لاعب ناشئ بها البطولة هاي دي كانت وما كنصلي زماني مبلش باسكت فهي دي كان اصلا احلى شي بعمله بكاريرتي كلها كباسكت لا واو جريت اوكي كتير اوكي شو بتعامل بوقت فراغك اذا عندك وقت فراغ لا في امرأة لا داي كل الانسان عنده وقت فراغ يعني انا كتير بحب اصحابي كتير بحب الشباب كتير بحب نكون دايما مجموعة كبيرة يعني ما بحب يكون ثلاثة ا اربعة دايما انا عشرة خمسة عشر شخص كتير بحب الجامعة يعني احد ثبت تنين ما بتفرق معي ايام يعني فدايما مسكنوا عندي وقت فراغ بسارة بعد ما فيه اجمع الشلة اجمع الشباب اجمع اصحابي اخواتي مين مكاني اللي حتى نكون هاك يعني انت اللي بتحركش على الجروب يس وينكن يس تلت سؤال تلت سؤال بيقول كنت ملتزم بجماعة او جروب او اخوية انت وصغير صراحة لا ما كنت ملتزم بس كانوا الشبيبين عندنا يعملوا مخيمات وكنا نروح معهم بكل صيفير يعملوا جمعة مخيم نروح معهم هالجمعة يعني انه نتسلك اصحابه هاك بس انه ما كنت ملتزم أبدا سؤال الرابع شو النصيحة اللي بتواجهه للطلاقع اللي هلا بحبه انه يفوتوا او يلعبوا بسكتبول الطلاقع عمرهم بين 13 و 19 يعني هيدا الحلم بيكون بعده هاك عم يكبر او عم ينضج فشو بتقلهم له العلم هاي البسكت شي كتير حلو هاي سبار اصلا شي كتير حلو يعني اذا واحد معصب بيروح بيركت شوية بيطلع كل شي اساس نيجاتف عنده اياها هو بيقولون يكفه كل واحد بحس حاله انه هو ملاقي حاله هيدا الشي ان كان باسكت او هيدا شي خاصه بالسبور يكفي قدمة فيه و بس يحط هدف قدامه او عنده حلم يعملوا يكفي لقدامه ما يوقف روع شو الشي اللي خليك تفوت على الباسكتبول مدام نحن بالسيارة انت شخصيا الشي اللي خليني نفوت على الباسكت هو تعرف كل اه كل اهل بيشوفوا ابنهم طويلوا هلأ انا فت مأخر على ملا عليك هلأ انت تشوفني هون طويل بنلعب ما حتشوفني هلأ الطويل عارفت هلأ الاهل شفوني طويل وما طويل وكذا وفيه شاب صاح وده قاله لبي قاله انه الحكمة كانوا الحكمة ناشئين عميين ترياوت هلأ انا فتت على الباسكتبنت كبير كان عملي 16 سنة ما كنت قلعب باسكت قبل ففتت على رحت عمل ترياوت مع الحكمة وقابلني كان في كوتش اسمه كوتش جهات تابي اللي هو بعده اللي هلأ جايين بالحلقة منحكي عنه فعملت ترياوت وقابلني اخدني معه وهيك بلشت عند جهات بلشت على كبر يعني يعني كل حدا بيقلي بيبلش على كبر فيه يوصل اذا صح كل واحد يحط حلم قدامه او هدف يصل له قد ما كان عملي اوكي اوكي كتير حلو الجواب شو الروتيني اللي بتعمله قبل كل جيم في شي معاين دائما بتعمله من نفس النهار قبل الجيم ولا قبل بلايلة اذا انت مبعرف فينا الاثنان انا انسان ما بنين بكير عندي مشكلة لو قاعد بالبات حتى لو في جيم الصبح لو قاعد بالبات ما في نين بكير هلا بس يكون قد بدي جيم بطلع الطخط من التسعب لحتى جارب Onda فيه جارب اخفه وضره يمين شمال لا أخفه بين العشر الاثنى على بنين بكير بقوم الصبح دائما عند الجيز بروح بعمل الجيم لو حتى في جيم بروح بعمل الجيم الغذاء بيكون شي خفيف بواسطة شوية بواسطة مع الجيج او رز مع الجيج او لحمة وشوية وايكة قبل ما اروح على العلمان صح؟ شو اكتر شي بعصبك؟ اكتر شي بعصبك؟ بالحياة؟ بصراحة؟ ايه بالحياة بالحياة ايه ايه انا كتير بحب اخذ وقعطي يعني ما تعطيني شي و تنهيل الحديث يعني خلاص خد وعطيه معي يعني حدثني كذا بس ما ايه يعني ما تعطيني شي و تنهيل الحديث ما بحب ابدا بتعصب من هذا الشي يعني ما اقول اذا قاعدين وعطيتني شغلي و نهيل الحديث بأم فل ما ارا حجر بقى حتى ما يصير في ايه اوكي مين اكتر لعيب بضحككم بالتمرين؟ انت بدينامو هلا حلي هلا بدينامو او حتى قبل لكن هلا بدي خبرك شغلي هلا عن دينامو نحنا كلنا كجروب عاملين جروب بضحك كرجوز ايه كلنا يعني اليوم يعني مثلا انا مثلا اليوم انا ضحكته مبارح مثلا جات خليل بكرا رح يجي حدا تاني كان حبيب مازل حيا الله حدا بس كل يوم فيه واحد هو عم يجي يضحك الكلب التمرين لانه عاملين متل عائلة نحنا عم نكون هيدا الشي بعتقد لعن نخلينا يكون عندنا بلاس على كل الفرق السنة اوكي لعبت معك اذا فريق قبل مين اكتر كراكوز كان قطع عليك يعني؟ بالفريق بكل الفرق العبت كلاعية اكتر كراكوز قطع علي هو نديم سعد اوكي اوه اوه انه بحسه هيك كتير ريق بالملعة وكذا نديم سعد انا اذا عندي فريق بنبال ال 12 دايما بجي بولاده اوكي بيعنده جوا بيعملوا بالتمرين عنده جوا بيعملوا بالتمرين حتى بس نسافر يعني سفرنا لعبنا بمصر مع الحكمة ما فيك تمرو خمس دقائم عم تضحك مع نديم ما بتقطع هذا شي كتير بفيد للجروب صح اوكي شو النصيحة اللي عاديكيها كوتش وبعدك لها هلأ تمشي فيها نصيحة اعطانيها كوتش يعني كوتش جاد ولا هيللا كوتش هيللا كوتش اكثر ان بقيت عندك وبعدك لها هلأ اوه هلأ في كتير نصيح ما في نصيحة واحدة تخدها وتمشي فيها هي توصلك كباسكت عم بحكي في كتير نصيح ان ان تمشي فيها كيف تنتبه على اكلك كيف تنتبه على نومك كيف تنتبه على انه اليوم عندي تمرين مش اذا عندك شي عميل هيك تقول ما هي تمريني كلها الساعة يعني روحها مولتي برينتا تخلص وتعف في كتير قصص ان انت تسمعوا من كوتشي وهو دي بعلموك بس النصيحة واحدة ما في شغلة واحدة تأصلا بتوصلك لمحل شي مانتلي اكتر قصدي أنا ايه انه منك تنتبه ايه انه ما يعني مثلا ابل بس كنت لعب قبل كنت تركي بفريق ما كان يلعبون كتير كيف هذر كوتشي خبرتك عنه جهات تابت كان دائما يقول لي انه جاي يوم رح يجي نهار رح يجي نهار ورح تاخد فلصتك ودوله يتناطر لحتى واسمع منه انه رح يجي نهار لا اجه هنهار خلصنا لكن اول فكرة بهذا السؤال حنكمل هلأ بثاني فكرة من بعد الانيميشن هلأ بنقطة الانيميشن حلو ببينيتون اسمها واتف او ماذا لو نحن عطيك حالات او قصص صارت معك او معقول تصير معك وتقلنا انت كيف تتصرف بهذا الحال يولا بنرجع لكم رجعنا لكم ماذا لو واتف عنوانا مثل معلنا ماذا لو انت اختبرت الكوتشينج اعتقد انه عملت بطولة للشركات وخطة القضية هلأ انت بخبرنا اكتر عنها اختبرت شوي هذا مش بس تكون لعيب تكون اكتر كوتش ماذا لو خياروك بين انه تكون كوتش او انه تكون لعيب لبقيت كل حياتك ايه شو بتختار لك هلأ انا اختبرت ان يكون كوتش بطولة شركات وبطولة ضيع وبعدني الى هلأ بداري بفريق درجة خامسة وكن داري بفريق درجة رابعة انا كوتش من يعني بلشت باسكت على السبتعاش على السبتعاش كن كوتش واو فاذا خيروني يكون لعيب او اه لك هلأ انا انسان بحب يكون عنده سلطة ايه فهو ككوتش او كلاعيب انه انت ككوتش وخلص عندك سوطة على الفريق كده جريقة منك ايه كب عناصر بس هن اللي رح يحاربه ومش انا فلا انا بحب كون هالم حارب لانا اكون عم بعمل شي لحتى ساعد الفريق لا يربح يعني انا لا عيب لا عيب اكيد لا عيب اكيد اه تانية تانية حالة ماذا لو كنت ات ترجع تعيش نهار واحد من حياتك قطعه. ايه. شو هو النهار او شو هي الحالة او الحادثة. شبعت ملورة كتير. يمكن وقتها اخدت انفبير عرب. اوكي. يمكن هايدي باعتقد لحزة كانت حلوة لانه اه في كتير ناس بكت بس انا عملتها. في يمكن انت ما بتتمني لهم انه يبكي وسني هالفرحة اللي شفتها بعيون هايدي لحظة ما في انساها بحياتي ولا راح انساها ويارد برجع علي اكيد. حلو كتير. ماذا لو اه كنت رئيس اتحاد الباسكتبول بلبنان? شو اول شغلة بتعمله? لو كنت رئيس اتحاد هلا لك الشغل اللي عم يشتغل الاتحاد هلا. اوكي. عم نشوف نتايج يعني عم نشوف المنتخب وان راح. عم نشوف الدورة ماشية. عم نشوف في بطولات للفئات العمرية اللي زارة عم بتصير. هلا ما بعتقد انا ازا عملت هلا رئيس اتحاد راح قادر اعمل بلاس عن اللي هن عم يقدروا يعملوه. لانه لو وضع البلد بيسمح ولا ما فيه مساري يعني انت كل شي لحتى تقدر تعمل تنجح فيه بدك مساري على قد على قد الحال عم يقدروا يشتغلوا. فما بعتقد ايه ما بعتقد انه انا ازا عملت رئيس اتحاد راح كون اعمل بلاس اكتر ما هنه عم يشتغلوا. دايما هنه راح كون اخسر بيضقول ما اشتغلوا صح هنه اللي يخسرونه الحكام اللي عمده الحكام ما فيه ما لا الحكم بيخسرك ولا الاتحاد بيخسرك انت لعاب يطربح يبتخسره باسكت بالنعي. روا روا. ماذا لو كان معك عصة سحرية شو الشي اللي بتغيره بالعالم? شو الشي اللي بتغيره بالعالم? خيك وانا شو ما كان? بقطع على الكذب. لا? ما راحب الكذب. بقطع على الكذب. هذا شيء كمان بعصبك ما قلت لنا يا قبل. لا ما اكتبه. انا اكتبه لك. انا لك بتخفرك الشغلية. انا ظلم كتير يعني ما عندي يعني. جاية جاية ما بجا. عرفت مش هالكذب اللي بقطع. بقطع على الكذب اللي. اللي عن جد فيه فيه طريقة كذب رهيبة يعني. بكل شيء. بس ما بيقول لك واحد بدي اشتغل للبلد ما بيشتغل. انتخبني لا اعمل لك من انتخبه ما بيعمل لك. هاي الكذب اللي انا بقطعه اذا صارت. فهمت عليك. ان شاء الله كلنا بنقطع. ان شاء الله. اه تاني فكرة صراحة انا كتير حبيطة. وان شاء الله هلأ الفكرة التالتة جميلة هتكون افضل. تالت فكرة اه لحكون عنوانة عجيبة او نوع عجيبة. لحن نعطيك اصص شوي اكتر انت صارت بحياتك. وانت هلأ لحن نعطيك يافضة هيك تحملها. من مايلي فيه عجيبة من مايلي فيه نوء عجيب. وبتقلنا شو الحالة. يلا نراكم. ثالث فكرة. عجيبة او نوع عجيبة. هلأ كلما نطلع بالفكارات كلما نقرب اكتر على زبدة الحلقة. لح يكون معنا هيدا اليافضة مش هنتظهر فيها. اعجيب او نوع عجيب. لح نعطيك الاساس هلأ وانت بتجاوب باليافضة وبتخبرنا اكيد. اول شغلة انك تكون كابتن لمنتخب لبنان كان عجيبة لقالك او نوع عجيب. نوع عجيب. على السريع. لانه النتيج اللي عملتها بتبرهن ان انا كان لازم كابتن هذا السريع او انا كان لازم كون اللي عملته يعني مع المنتخب. ما بديت كانت عجيبة. انت بتحط واحد هو يدير هايدي الشغلة ومنه قده. بقى لك عجيبة استروبيا جموني اللي هون. واحد بيكون قد هايدي الشغلة وبتسلموا اياها ما تكون عجيبة انه هو محله. روعة. انك تكون واحد من اشهر اللعبين بعمر الخمسة عشرين سنة. هو عجيبة او مش عجيبة. كمان انه عجيبة. كمان انه عجيبة. انا ما اصدب انه انت اشتغلت على حالك اكيد. ايه اذا شي واضح. بس ما بتحس انه في شي دبر كمان. يعني ما في شي ساعد. يعني اجتك فرصة يمكن اجتك ايه. ايه دي اصدب عجيبة. اجتني فرصة اكيد. اجتني فرصة يمكن ما اجت لغيري. ايه اجتني فرصة يمكن فجأة هاك. يعني انتبه في ناس في ناس ما وصلت لان انا وصلت لهم عم تتمره من هي عمره اربعة سنين وخمسة سنين. مش عجيبة هاي? عم تاني مخير لنا. عجيبة. لا عن جاد يعني. عن جاد انه بحس انه اكيد انت اشتغلت على حالك وده شي انه كل مشاهدي بنتبه لها. بنتبه لها هي العجيبة وقت اللي بيجي لعيب ما بيتمرن ما بيعمل شي. فجأة هوب صار لعيب باسك. هاي ده ايه عجيبة من عند الله. هلا تبهي. اكيد الله حط ايده وساعدني وكل شي. اوكي. انا عندي ايمان كتير كبير. هذا اللي عم فتش عليه. فمشان هيك اكيد في اكيد الله حط ايده. بس انه بالنهاية انت تتعب وتشتغل يعني ما الله ما راح يقف على السلة تعطيه الطابة هو يحط لك ايها. اوكي. هو بيبتح لك الطريق. هو بيبتح لك الطريق. اوكي تشتغل على حالك ووصل. اوكي. تالت تالت حالة. اللعيبة اللي كبرت انت وعم تحضرهم تتفرج عليهم ومسالك الاعلى. هلأ صرت تلعب ضدهم بالملعب. او تلعب معهم بزيد الفريق. هل هالشي عجيبة او مش عجيبة? نوع عجيب. اتبع ترجع بعد لك ان اذا بدك نفس الجواب ونفس الشي. انه انت وقت لتشتغل وتضعب على حالك راح توصل. اوكي. وخاصة ان انت كتعم تحضره وتقول انا بدي يصير مثلو. او انا بدي يصير احسن منو. انا بحاجة يتقل بدي يصير مثل هيدا. بدي يصير احسن من هيدا. اعرفت دايما وقت لبتكون انت اصلا شخص مؤمن. وبتكون شخص انه انت بتحس انه انزا بتشتغل على حالك قدر توصل لحيلا محال. اكيد منها عجيبة. بس اكيد في صلوات امك وبيك. رابعة. كتير حلوة كانت فكرة. كتير حلوة كانت فكرة. رابع فكرة. رابع فكرة لحكون اسمها من الارد للقلب. لحنشوفها هلأ من بعضها وبخبرك عنها من بعض. لعني ماشي. انت عجيب انت. بس انت عجيب. رابع فكرة. وهي عن جد الزبدة الحلقة. ومتمنى هكي نسمع قصص حلوة ومن القلب منك. من القلب للقلب. برسالة الصوم التي اعطيناها البابا فرانسيس لهذه السنة لسنة 2023. يطلب منها يكون لدينا مقصدين. اول مقصد انه هو نسمع الله. من خلال كلمته. يعني الكتاب المقدس او بابا عارف الادسين او. وثاني بارت. كمان نسمعه من خلال الاشخاص المتلاق فيهم. فلح اسألك سؤالين بهذا اول مقصد. السؤال الاول بحياتك. وين بتحس تسمع الله او بيصلك مساجات او علامات من الله من خلال كتاب المقدس او شخصيات منه او حتى قديسين يمكن انت قريب منهم. اه بكل ساقة. اه بكل ساقة وبساقة كبيرة لانه. لك انا بطلع في سبع عشر شهر. وانا اصلا قبل كل جيم ازا هلا صار معك رقمي بتفوت بتشوف قبل كل جيم انا بنزل ستوري لامر شاربي قبل ما افوت على الملعب. ما بطلب. انا ما بطلع عمر شاربي الا اطلب منه. ساعدني كزا. لا بطلع عمر شاربي لانه بحس بانا برتاح. يعني قبل ما اطلب لقى خلاص انا خلاص انا مرتاح. هي الشغلة صارت او ما صارت انا خلاص ارتحت. انا بطلب شغلة واحدة دايما اكيد انه انا اظهر من الملعب ما يكون عندي انجري. ما يكون لانه هيدا شغلة هيدا جسمة. ما بطلب انه ساعدني خلينيو حط سلات مثلا. او ساعدني لالعب نيح. لا ما مش هالا قصص البطلبة بس بسمع صوت الله لما رشاربي الكيم. حلو. اي حلو. اه تاني سؤال. اه وان بتسمع صوت الله من خلال اشخاص. وان حسات في حدا كان هكي علامة لوجود الله بحياتك او اثر عن جد بحياتك. او او جروب مضروري حدا. طب احنا شخصا. اوكي. الشخص الاول هو يبين. انا شخص معلق يبين لدرجة يعني اصلا ما بتقول هيبين ابنه. بقول هتنين اصحاب. اه. القصص اللي بيحكيني اياها دايما بيكونوا بوقتهم وبمحلهم وبيعني. تعرف انت في اهالي لا ولا 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 ولا. بين من النوع اللي بفهمك ليش هالقصص انت عم تعملها صح او غلط. بحس انها عم بسمع عم انه صوت الله عرفته. فيه شخص هو اللي اللي دفعشني الدفش اللي اللي فتت على الباسكت هي جهاد تابت. اللي قتلنا عنه باول. كوتش اسمه كوت جهاد تابت هيدا الكوتش اللي كرس ازا بدك من حياته ست سنين بس لشخص اسمه مارك هوري. ايه اللي هو لقط هيدا الانسان وقال له انت عندك موهبة بدي اشتغل عليك بدي نميك. وصرف من حياته مش بس مساري. مساري هي قصص صدقني ما بنحكي فيها. صرف من حياته تعب ووعية ساعة ستة الصبح هيروح يمرن مارك خوري ونوم الساعة ثلاثة اللي هيحضر تمارين مارك خوري تاني مهار. فصرف قصص من حياته بعتقد هيدا هيدا يمكن اكتر شي بيبعث لي اياه الله على هالارض يقول لي هد هالانسان وفتح مستقبل لك. شو ازا بتطلع بالكاميرا شو بتقول له لكوتش? ما حياتي كله. بعدك بعدك عيب منه? حياتي كله اكيد. ما في هاي انسان ما فيك تشيله من حياتك اسطن. انا بعدني لحديث اليوم ازا بده قمدي كونترا ازا ما هو قال ايه انا ما بمدي. ما بمدي. يمكن الفرق ما بتعرف هيدا الشي وبتقول له ان احنا عطينا كونترا لك مارك ومضى. بس كون اكيد ازا مش هو اللي قيل ايه مارك خوري ما بيمني مع هالك. وتسمع صوت الله بخلاله. ايه. ما هيك انسان اجع فجأة على حياتك. لهيك انا كنت اصاب كتير شيطان. يعني لا مدرسة لا ولا شي. كنت زلق كتير شيطان يعني. وبعزي بكتير قد ما بدك. فهيدا هيدا الزلمة ايجا لقت. شال مارك من هالمحل حطه بمحل تاني. وفضح له مستقبل وقال له روح عيش. عيش من اول وجديد. يعني انس بدك اول ستعشر سنة شي. وهلأ هلأ هلأ هل تسع سنين اللي بقوي شي تاني بمر تاني. كتير حلو. ايه. كتير حلو. مقصد التاني. بدعينا البابا كمان بزيت رسالة. في اية بيستعملها من متى سبعة عشر. كم ولا تخافوا. يعني كيف انت سمعت اجزامل من كوت جيهاد او من بيك. الصوت الله لقلك. وين انت عم بتكون مش هقلك يعني وين بتحس انه عم بتأثر بحدا. او عم بتكون يمكن علامة او يعني بتحسسهم بحضور الله بوجود الله. وعم بتكون هيدا الصوت للعالم. وين اثرت بهك حدا. وكيف? وين وكيف? ايه. لك انا عندي ايها بحب يعني بحب ازا بحب العالم تيجي تسألني انه اذا عم بعمل هيدا الشي صح عم بعمل هاك شو رأيك. لانه بحس عندي عندي متل كل انسان بحس في شي جواته خلاص هو كتير او في. فانا بحس عندي نظرة كتير لقدام. وفي كتير ناس بتجي لعندي ما بدي فوت بأسامي بس في شخص دايما كل ما يقع بمشكلة اول مرجعية لعنده هو مارك و رحكي هو مارك. فهدا الانسان انا بعرفه من تسع سنين. كان انا اول ما بلشت باسكت وهو كان ولد صغير. اه رب يعني اذا بدك تربع عندي معي عرفت فهلا يلا شغلي هو بدي اعملها بحياته في عنده مارك و ري كيف انا جي هاد لعندي. حبيت هيدا الشي اللي صار معي انا اعمله مع انسان تاني. اوكي بس برات الباسكت. عرفت بس انه هو دومان وما خصو بالباسكت خصو بشي تاني. بس انه انا معك وكلنا انا قدامك مش وراك. كتير حلو. بدي تقول لك انا شي هلأ بعد انه من ورا هذه الحلقة انت كمان عم تكون صوت قلة لكتير من الاشخاص. نحن هلأ مسؤولين عن ثلاثة اربعة تلاف خمس تلاف شخص عم بيحضرونا. فصدقنا بكل شي هيك من عمله بحياتنا. وانا بعتقد هذه الحلقة تحديدا انت لح تكون عم تأثر بهول الاشخاص ولح تخليهم يمكن يتحمسوا على شيء ان ما كانوا متحمسين عليه. فبكرة اذا حدا تاني سألك السؤال قال له كانت فيه حلقة كنت انا عم تأثر فيها. اي 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 اعطيكم الف عافية انتبه هلأ امور كتير مهمين انك تأثر بانسان بس positive ما تأثر فيه negative لانا في كتير الناس تأثر بالطريقة negative يعني انا فعلا قالوا لي ما انا خايف من الزلزال. انا عن جدنا اني انسان بقامين اطلونا انه قال انه الله جدنا عرض مش رائع تبني. ما اصار زلزال واعت البنائي واعتش بدعمه عرفت فتير حلو تأثر بالشخص positive ما تأثر في negative. وهلأ نحن يمكننا اكتر شي بحاجة لقوله هو هيدا motivation وهيدا تأثير الايجابية. كتير حلوة كانت الفكرة وعندرة كانت من القلب للقلب. مارسيه مارك. اخر فكرة الخامسة ولح نختم فيها بنشوفكم. خامس فكرة والاخيرة للأسف. الفكرة اسمها انبوكس. احنا اخذنا اسئلة حطينا story. عملنا لك mention فيها وانت عم تلنا repost كمان. مارسي عائدة الشي. اخذنا اسئلة من الطلاع. كل حدا هيك حط اسئلة. وحبينا يسألوا كيها وحبينا انت تجاوبهم. وحسيتك كثير صريح دوريك كل الانتربيو فبعتقد انت تجاوب على كده الاسئلة. اول سؤال. قلتلك بدي انا الكزب. هادي حكيم. بيسألك سؤال كيف وصلت على الدرجة اولى. بلشت شوية خبرتك شوية صغير عن عن هذه الخبرية كان هو كوت جهاد. عملت وقته بالحكمة. حكمة الناشئين وعجبته لكوت جهاد. عجبته كواسكت يعني. فأخذني وراح هو يصار يمرنني لحالي. راح هو يصار يمرنني لحالي. هلا اه كمان نفس الوقت بدك اهلك يتابقوك دايما. اكيد. على فتفة غير دعم الاهل وغير دعم بي يعني بي كان كل يوم نحنا سكنين في صايدة. وقت اول كونترام بيت وانا داري يقولها كان مع الحكمة. يعني كان كل يوم يخذني من صايدة على غزية. واو. ينطرني ساعتان تمرين يرجع 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 في كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم. يكون هنا تمرين تان بنهاد. نطلع الصباح ونرجع. نرجع نطلع عشي. اه. فلان احنا ما عنا بيت هون. عرفت فهيدا كوت جيهاد هو اللي اشتغل عليه وهو اللي قلعت ووقتها رحت منتخب اندر ايتين عملت وقتها انذبت العرب وفتحت. ودرجة اولى. اول كنترحك مكان. اول كنترحك اول كنترحك. يس. تاني سؤال. سابين سمعان تسألك. كم مرة انصبت وما قادرت تلعب ببطولات. معيدة للشهر يعني. ولا مرة. ولا مرة. لكن كن منصاب. ايه. بس انا معروف فيها هيدي الشغلة انه انا ازا اجري ما قادر العب بوقتها وتفوت. ايه يعني انا جيم الحكمة وقتها واحد اجري. انا كان بدي بحدود ثلاثة جمالة حتى ارجع للملعب. صرت اعمل ثلاث مرات فيزيو بالنهار. لانا قلت لهم جيم السبت ضد الرياضة بالالعب. ففي تلعبت جيم السبت ضد الرياضة كيح لهالقد. خلصت بقيت جمعة ما ما قادر ادع سعجري. فمعروف في هيدي الشغلة عني انه بلعب. ما عندي مشكلة. ان شاء الله بتدل مش منصاب و بتدل دايما بكل مطلعات و بتدل تلعب. تالت سؤال. شو او مين اكتر حدا دعمك بمسيرتك المهنيني. بعتدت تتعرف جواب. موت في لجهاد. حدا تاني. بس بي بي بضل بي يعني. بي ما فيه. ما فيه. ما فيه. حدا تالت. كل العالم. تبه الله يخلي بيات العالم كلها بس سيارات كل عالم عندهم. حدا تالت. عرفنا جهاد وعرفنا البلد. امي. ما كمان. لك لك انا عندي اصحاب يعني ما بتتخيل. انا كل جيم فيه تلاتين كرسي لقلي. لانه. يعني اصحاب كلهم بيروحوا. عرفت? يعني رفيقي. رفيقي وخطيبتو بيجيب خطيبتو بيجيب اهلا بيجيب. عرفت? يعني دايما عندي هايدي الرفقة اللي دايما وراي يدعمين لي بكل شي. عادة عامل دعمك تير كبير للعب. سؤال الخامس بعد تقصرنا. الرابع. كيف معقول ماريا نهرة بتسألك. كيف معقول الرياضة او السبور بشكل عام تغير حياة الشاب او الصبية? لو كحكينا فيها بالحلقة انه السبور دايما بيعطيك يعني اذا انت معصب اذا انت اتبه في دراسي بتقول انه اذا بدك انت عم تدرس وتستوعب اكتر وتطلب حال ما بقى عندك ما بقى عم تستوعب. طلع اركاض ساعة ورجع عم تستوعب اكتر من انت عم تستوعب قبل. كيف تعمله? ما كنت تدرس اصلا انا. ما كنت تدرس اصلا. السبور كتير مفيدة. مش ضروري بس واحد يكون عنده تكون شغله. هلا تبه هلا يمكن انا ونلعب باسكت محظوظين انه تبعنا هي هي شغلنا. مش ضروري تكون شغلك. فيك فيك تعملها كتير مفيدة. شرب الاسغيب بيسارك لأي بكل صراحة لأي درجة وضع البلد اثر على الباسكت عموما وخاصا عليكم كلاعيبة. بيك اثر عليك اثر على كل البلد. بس اذا فاك بيجي تحكي كباسكت هي عندك الكرير اللي بيعملها اللاعب هي من خمسة عشر ستعشر سنة. يعني مرة انت عندك الفان وتسعة عشر. الفان وعشرين الفان وعشرين ما في باسكت. عم يقطعهم من. ما في باسكت عم يقطعهم من الكرير طبعك وانت قاعد بالبيت. ما عندك شي. يعني انت عندك هل خمسة عشر سنة تعمل فيهم مصاري. وبعدها بتعمل كوتش بتعمل رئيس نادة بتعمل بتفتح بزنس لألك شي مخص بالباسكت سانجري بابا عارف بس انه هل 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 تسنين مرقوا من حياتنا هيك لازم نستفيد منهم وعم نعمل انكم منهم وعم تطور حالك. مش بس انه ما عمل لك مصاري. يعني انت بسبب هوتلايتستين بس تكون عم تلعب راح تتوصل لالالفين وتمان واثان 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 يبلش من الفين وتسعة عشر كطريقة لعب. فا اكيد اثر اكيد. لك كشرب الكتيرة مصرع قصة المصاري. عم يسأل انه العائدات او اللي بيجي من الباسكت. هل يهتورة بياتر يلبي متطلبات الحياة. كان انت كلاعب هلأ. فيك ما تشتغلش غير تاني. تلعب بس الواسكت. لاك فيك. فيك. بس الفكرة هي انه هلأ اصلا لا تعيش. بدك مبلغ مبلغ كبير يعني. شو ما كنت بتشتغله? شو ما كنت ازا مادرت بالك على حالك وما كنت واعش واش وكنت عم تصروف. بح تصل لنص الشهر يمكن ما معك ما عشك. قد ما كنت قد ما كنت يعني هلأ ازا بحك تروح يمكن تشتعف فنجان قهوة. جايبتك هالقد يمكن بس هتصفح فنجان قهوة. للأسر للأسر. شو رسالتك لشباب منتخب لبنان يلي عندهم هلأ استحاق قريب بكاس العالم? آآ يعني نحن اللبنانية معروفين بقلبنا. يعني هن اللبنانية معروفين مضوح نشيل كل شي عجانا بنلعب بالقلب اللي عميه. شو ما كانت النتيجة عملو يعني رفعو لنا راسنا اصلا وبعتقد هن اللي خلو اللعبة واقفة على اجريا. كان كنت جاعد لكل بقوي اللي معوه بعتقد هن اللي خلو اللعبة واقفة على اجريا. آآ بتمنى لهم طوفي وبتمنى اهم شي يلوحوا يرجع بلا اصابات. وان شاء الله نعمل نتيجة شو ما كانت. يلا وان شاء الله ما نشوفك. احنا فخرين فيه وشو ما كانت النتيجة. شاء الله ما نشوفك معهم قريبا كمان. كانت تحت سير. ان شاء الله. يلا هلأ في سؤال في سؤال. يلا. يلا. شاربل صغير كمان سأل هالسؤال من زيت الشخصي اللي سأل السؤال. شو بيش حشر يا شاربل. بس نحنا من حفة اشخاص بتشرب الجزء دايما. سأليني بعده. باي عمر بلشت باسكتبول? اللي محفوظ? 16 و 14 شهر. 16 و 14 شهر. حافظه للنار. بس عن جدها ده شي كتير غريب انه نشوف اشخاص باللعبة وهي بلشت شوية عن كبر. يعني انا صح. ما بيعرف شخص تاني. فكتش هي عن جدها بيتضوع لها. شو رسالة يلي بتوصلها بتوصلها كرة السلة ابعد من انه جيم او ماتش او طابة. روكو السلامة رئيس اكليم البترون عم بيسألك. رسالة بتوصلها لباسكت انه يكون عندك روح رياضية بكل شي. يعني انا امرار يكون قاعد بيقول لي انت كتير هيك اعصابك بالتلاجة. هي قصص تعلمت من الباسكت ما تعلمت من يعني امرار انت بيكون في يعني انت بيكون ماشي امرار على الطريق واحد بيحكيك كلمة تضربة. بالملعب ما فيك تضربة. بالملعب تاكل تخلص بيشحطك الحكم لبرة يعني بيخلص بيقول لك فيل. فبالملعب تتعلم كيف تضبط اعصابك. فهيدا الشي بتاخده معك لبرة على على الحياة. وهذا شي بأثر حتى بالمشاهد. صح. يعني هذا الشي صح. كيف بتنظم حياتك بين تدريب وامتوشة وحياتك الخاصة وشغلك. بسام بيطار. بسام بيطار هو وكيل اعلام باللجن الادارية. طب عرفت الاخويات. انت مبتعفة بس انو مارسي بسام على سؤالك. كيف تنظم حياتك ضمن كل هيدا الخبصة اللي عندك ايها? لك اااا. يعني اول شي بدك تحط اولويات. لو تقدر تنظم حياتك بقدك تحط اولويات. انا اكيد حطت الباسكت هي الشي الاول بحياتي عمكي كشغل وكرفقة. لانه بالنهاية هيدا شغلي هيدا اللي انا عايش منه واللي بدي ارجع بعدين عايش انا واهلي منه اللي بدي ارجع عايش انا وعائلتي منه. فبس تحط اولويات وتقول شو اهم شي عندك شو تاني اهم شي وشو التالي بصير تمشي فيه انا شوية شوية بحياتك تقدر تنظم حياتك. يعني انا حطت الباسكت اهم شي عندك. بعدين برجع عندي عائلتي. بعدين برجع عندي اهلي. يعني انا المستحيل لكم مسلا عندي مشوى صواب المنطقة. لو ما امرقش في امي او بي. لو معي ديئة بدي امرق. لو معقول اتأخر ديئة. بتأخر ديئة بس هال ديئة بكون شوف فيها امي بي. عارفت? فبس تحط اولويات بحياتك. تمشي فيهم صح بتنظم حياتك كلها. كتير حلو. ايضا بس اجل كتير حلو للشباب لان لا لا لا. ما حدا بقول لك عم يلحق بس هو عن جد اذا بنظم هيدا الشيء يمكن انه شيء بساعد. كمان بس امبي طار عم يسألك. ما ضروري بالباسكت? يعني بالحيات. بالحيات? وفينا بالباسكت كمان. لا لا بالحيات. اه فينا بكل شيء. بيك بالباسكت? بيك بلعب باسكت? بيك مشجع باسكت من 96 وال97 والحكمة يعني بيي ربي على هول اصص وربانا على هول اصص انا و انا و اخواتي كلها يعني حتى اخواتي بيلعب بالسبور بس اخواتي بيلعب بالسبور. انا عندي خي هو كوتش اه? اه? عم بيدرب. وعندي خي التانية بيلعب درجة رابعة ودرجة تالتي. بالله. بالدام بالسلس. كان معي بتوط الشركات. كان معي بتوط الضيع وكان. هاي? اه? فبيه بيه. اه بيه. اه بيه. اه اه انطوني بعيني رئيس مركزية الفرسان مارسي انتوني قداش مهم يكون عنا نروح بياضية بحياتنا العادية ونتقبل اخساره هذا الشيء كنت عم تحكي عنه ايبا جوابنا عنه صح هيدا كتير مهمة لانه حياتنا خسارة بخسار لا لا خساره وقت انت بتحب تخسر وقت انت ما بتحب تخسر تعمل مستحيلة تربح وبتتعلم منه ساعة بس تخسر وانت عم تعمل مستحيلة تربح بسين خسرتك اخف عيني عليك شفنا مستوى رائع منك باخر two games ضد الحكمة وضد الرياضة وهيدا شيء كان قبل الويندو تبع المنتخب وكنت من اكتر الاشخاص تأثيرا بهوض الامتوشة بنعرف انه نحنا في عنا نقص بالمنتخب هلأ على position four or five هيدا الحشرة عم تسل هيدا هيدا رالف حنا شوف شوف سؤال اه لا مش الهيد شوف شوف سؤال بنعرف كمان ان في عنا نقص بالمنتخب على position four or five وهيدا سبب من اسباب يلي يمكن ادى لخسارة المنتخب باخر two games هل يا تورا لا مستدعيت على المنتخب وانت فيك يمكن تساعد بهو للtwo positions وفي مشاكل بينك وبين كوتش جاد اوكي هيدا سؤاله لرالف خلي سؤال كوتش جاد على الاخر ولا الاول بدك يا اوكي رح جاوبك اول شي على قصة المنتخب اوكي اول شي مرسيلة قاله انه قال لي عمل two games حالين انا انتصل فيه كوتش جاد وقال لي انا بعرف انت بتستاهل سبوت بعيد المنتخب وانا بدي اياك تكون معي ده السبوت للمنتخب بس كان فيه سببان ما خلوني روح اول سبب هو كاحلة اللي بعد لهلا انا ما صحت منه بعد عندي يمكن ثلاث اربعة ايام لحتى اقدر شوى شوى اقدر العب يعني انا صار لي جمعتان مني مني راكل اصلا اليوم شوى انجي اركضت وشوطت وتاني سبب هو كانت الفياز لانه هن بيبعتوا خمستعشر اسم بيعملونهم فياز من قبل اعرفت وهلا يعني مسلا فيه لعيبي راحت لانه معها باسبور غير باسبور لبناني اعرفت فعندك يعني انت الاسس اللي بتصير ببلدك امرار تمنعت انه انت توصل لها المحلات للاسس صح لكن بالعكس ما في مشكلة بالعكس ايه وراح جودك على كوتجاد كوتجاد اكتر من خي اكتر اكتر من خي واليوم حكيت انا وياه ومباري حكيت انا وياه كوتجاد اكتر من خي اكتر من كوتج والعيب يعني كتير والايام جاي وراح اتفرج هذا الشي اكتر من خي ومشوفك بالمنتخب وراح من افتخر كمان اشخاص مثلك لها عندهم الجراء يحكوا عندهم هايدي الروح الرياضية انه المهم المنتخب مهم البلد مش مهم انا مش مهم اكتر كانت كتير حلو الحلقة تصدقني يعني انا كانت هيدا الشي كتير حلو القلب بعد فيه شغلة اخيرة اللي هي كلمة ختمية هيك بتمنى توصلها للطلاقع كمرتك هي هونيك شي هيك كيف حكيتني من القلب لقلب هولاشخاص عنجد انت شخص بتأثر فيهم مثل كتير من اللعيبة منشوفك بتصلي بيدك عوجة قبل ما تطلط على الملعب منشوف عندك هيدا اللي هو شي انا شخصيا بأثر فيه وبعتقدت بأثر بكتير شباب وصبايا لقلك بقول انه كل شخص بتكل على ربه وبتكل على الله ما بيطلع خصران من ولا شي وكل انسان عنده هدف او عنده حلم بحياته يصلب ايده على وجه ويتكل على الله ويروح ورح يوصل دايما مهارك نحن با لك مرسيح على كل شي كنت معنا كان الوقت رائع يلي عشنا هيك تعرفنا عليك اكتر ولا يمكن مش بس منشوفك سنة بوجه اللعيب بوجه الشخص القريب واللي خبرنا خباره بالاخر لح نختم معهم ونقلهم مرسيح لكل الطلاقة عنو حضرونا حضرونا دايما بحلقات كتير كبيرة ويعطيكونا الف عافية ونشوفكم مرسيح للكم مرسيح لديك مارك عبال مية هيدا هيك شي زكتور تانيك كتير ابدا بالعاكس بالعاكس عجال بتانيك كتير للكم ماشيك كتير مبسطنا معك وهلأ بنخط صورة كلنا كمان يلا جايز اربوا اربوا عبال مية اشتركوا في القناة